وحول تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي أعرب الرئيس عن احترامه وتقديره للشعب المصري لأنه تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وأنه راهن على تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادي رغم تخوف الحكومة وأكد الرئيس أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدت الدولة للتصدي لتدعيات جائحة كورونا لما جنا نعمل الإصلاح الاقتصادي زي ما اتقال كان ده إجراء يعني بيتم التحسب منه كثيرا خايفين من رد فعل الرأي العام والشعب على إجراءات صعبة أنا أتكلم على نوفمبر 2016 وأنا أتكلمت فيها لكن برضو هنا في المؤتمر ده يهميني أن أنا أسجل احترام وتقدير وتحية كبيرة جدا لشعب مصر لأن إحنا أنا مش هقول السر ولا حاجة لما كنا بنناقش الموضوع دوت على المستوى المصغر في الحكومة كانت الأجهزة والوزارات متحسبة جدا من الموضوع لكن أنا صدقوني أنا بتكلم وهم عارفين ده كويس أنا كنت مراهن على الشعب المصري وكنت مراهن على المرأة المصرية وقلت البرنامج ده وقلت البرنامج ده حيمرر والناس هتقبلوا وحتتحملوا وده بالمناسبة اللي أثبت بعد كده أن إحنا لو ما كناش عملنا ده كنا حنبقى في كرسة كبيرة جدا لو حصلت جات كورونا وإحنا مش جاهزين لها الإصلاح الاقتصادي ده وتحمل المصريين كان كان الطريق اللي خلانا نقدر نتحمل صدمة اقتصادية وصدمة صحية حتى في حاجات تانية كتير شكرا